نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من شاعات بشأن ادعاء أفراد انتثابهم لوزارة القوى العاملة وقيامهم بالاتصال بالعمالة غير المنتظمة بدعوى تحديد بياناتهم وأرقام الكروت الاعتمانية الخاصة بهم وأكد المركز الإعلامي نقلا عن وزارة القوى العاملة أن هؤلاء الأفراد غير تابعين للوزارة نهائيا وأن تلك المكالمات الهاتفية تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين وشددت الوزارة على أن كافة المنح أو المساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي